شعر ورواية نجمع رجالاً حافظين المواثيك علمهم بصد ما هي دعاية الله يحييكم ترانا مشافيك نسمع قصيد ما حديث وآية متابعينا متابعينا أجعلكم بالتوافي لا تتركون لنفقت النهاية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أهلاً وسهلاً ومرحبا ملايين مرحبا عد السيل مرحبا عد المطر مرحبا عد الشجر مرحبا عد ما خلق ربي وأقول لكم ولضيوفي وللمتابعين خلف الشاشات يا مرحبا يامتابع الله يحييك ترحيب تنفيها الغلاء والمدة حياكم الله في هذه الحلقة المتجددة من برنامجكم بيت الحكمة وهو صورة مبسطة لبيوتنا بيوت الطيبين بيوت هذا المجتمع الفاضل سوالفهم قصايدهم ثقافتهم مشاعرهم حديثهم اللي يدور بينهم في المجالس صورة مصغرة نقدمها لكم اليوم كل لحنا غير لكن الليلة أيضاً اعتبرها غير هو شيء لأنني في مجال الإعلام يعني معي الآن قامتين في الإعلام يا أخواني يعني ثلاث من المعلمين اللي في الإعلام معي في الحلقة هذه فأنا والله سعيد يا أخواني بهذه الحلقة وسعيد أيضاً بضيوفنا الآخرين وخلونا نرحب بضيوفنا أولاً معنا أستاذي ومعلمي الكبير وكلكم تعرفونه والشاشات تعرفه والقنوات تعرفه وكل من يتابع الإعلام أكيد يعرف أخوي الغالي الأستاذ جاسم العثمان يا مرحباً يا أستاذ جاسم سهلاً مرحباً بالخير يا أخوياً مبارك أمشتع لك بالخير مرة ثانية وعلى أستاذ المشاهدين اللي يتابعون قناة بداية وأمش بالخير على أخواني الأحبة اللي جمعتنا وياهم في هذه الأمسة المباركة أخوي الكريم يعني من وقت لآخر أسمع له بعض الشعر الله يستعر وهالوجه الطيب أخوي أحمد الله يبارك فيك وأخوي سليمان طبعاً ما راح أتكلم في حقه لأنه لو تكلمت فيه فكانني أتكلم عن نفسي الله الله طبعاً كان لي لقاء شرف معاك وانت الحين شكلك يعني وحدة بوحدة وحدة بوحدة بتسويه مثل ما استضفتك في برنامج مع جاسم في قناتي على اليوتيوب تردلي إياها واحدة بوحدة لا بس في فرق واحدة ليش؟ أني أنا وأنا في ضيافتك وأنت في ضيافتي ما زلت أنت الأستاذ الله يرحم مالديك سواء أنا في ضيافتك وأنت في ضيافتي أنا اللي أعتذر منك أخصنت وأخوي سليمان أنني أقدم أنتم موجودين لأن الطالب لكن هذا طالب يتعلم من أساد الاتف سامحوني ومنكم ومن الحاضرين ويانا والسعادة المشاهدين الله يحييك نتعلم ونستفيد الله يرفع قدرك أستاذنا أيضاً ضيفنا أخوي الشاعر عبيد الشبيلي شبيلي أرحب يا أبو سعيد الله يحييك الله يطول عمرك وإجزاك خير شكراً لك ومنسؤلنا في القناة على الدعوة ويشرفنا وأنا كنت ضيف لها البارح والليلة والله يجزاكم خير وليش شرف اليوم أني أكون مع هالقامات الإعلامية والاقتصادية ومعك يا أبو عبد الله وأنت والله توقت القناة والله يجزاك خير الله يحييكم يا أبو سعيد ترحيب المطر أخوي المستشار الاقتصادي أحمد العديم الله يحييك ساد أحمد شرفت أن أطال عمرك قبل أني مرحبت بقلت مرحبا مرحبا بريح الدراهم الله يحييك أيضاً أستاذي الآخر وكان لي مقطع أنا وياه طبعاً في حلقة كانت لي مع أستاذي جاسمي العثمان من أفضل حلقات بل لو يوم الأيام بيكتبون عني سيرة أتوقع أنهم بيضعون هذا اللقاء من ضمن المنجزات اللي أنجزتها أيضاً كان لي لقاء عبر السلام مع أخي سليمان السالم المذيع القدير الكبير بأخلاقه وشرفني بقبول الدعوة والحضور الله يحييك أستاذي الغالي يا مرحبا حبيبنا أخوي مبارك صاحب الكلمة الحلوة والابتسامة والانتصار في كل المناسبات اللي يتحدث فيها مع أي شخص اليوم جايين ننتصر عليك إن شاء الله مرحبا بكم أنا أخوي جاسم مرحبا بكم وبيصير الحديث بعيد عن الصفسطائية أبداً المجلس مجلسكم والتقعر في اللغة أنا أريد أن نكون بسيطية جداً مثل الحلاو الحلقوم اللي أنت مرحبا تحرق عليك تبتدر ليش ولا وياه في الطريج لوكم ما تفكتوا عليك أخو يا أحمد الله أترى من بسط الصافة أخو مجلسنا عادي ترى شكراً جاسم الريال هذا أنا قايل له لفترة ما أطلع في القنوات صحيح والله يوالله وباعتذر له لكن قبل شوي قلت هو بيرد الصع صاعين يعني وحده بوحده فأنا أقول حق سليمان قلت الله يعيني عليكم واحد فصيح والثاني أفصح لا والله والحب أجزاء الزائد شرف بشوفة أخوي أبو سعيد وأخوي أحمد والله أخو هني أصل ضايع بينكم أستاذ جاسم أول شيء هذا من كتب أخوي سليمان تواضع الكبار للصغة الله يبيض وجيكم أخويا 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 والله أنك من قبل البث تقول طفو المكيف وعانهم تركوك لين أعلنته على البث تراه يسمونها صفري طيب المشكلة الربع هني بنحترس للمان هيكبث وي طيب الآن فريق سليمان وفريق جاسم خلي خلي رفعونه أنت مكيفكم زين عليكم والسنة والحبيب يبدوكم توزي يا أخويا أنت جمك الدراهة مفروض تدفع لا تقعر وتكمش يا أخويا 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 مبارك أخويا أجيب حطب أجيب حطب والله شكل أجيب شكل حبيب شكل الآن يجيب من يعدلنا المكيف على خاشمي حبيب كنت تأمرون أما تأمرون أما نحنا في هالمقابلة وهاللقاء عفوية وبسيط هي عفوية وتسنكم على راس طاعة لا